السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم لتكون بأحوال جيدة إن شاء الله كالعداد القناة متخصة بكل ما يتعلق بالمعيشة هنا في فرنسا وبالجالية المقيمة في أوروبا وخصوصا في فرنسا بنطوش عليكم هاد الفيديو للناس يطلبين جنسية فرنسية عن طريق الزواج اللي قال عن طريق الزواج يعني مغربي أجنابي ولا مغاربي ولكن ما بغاي يكون جنسية دياله غاي مزوج بفرنساوي وبغاي يأخذ الجنسية عنده الحق لأي بروسديور كتختلف بالنسبة للطلب جنسية الفرنسية بعد ديكري و و phraseين بعد ديكلاachts صبغ لي عملت بر ديكري ودبع غاي نتكلمو بالضبط بر ديكلا新聞 اللي هي بالمرياج بالنيسبة للبرسدور كتختلف من ناحية الأوراق اللي كيتطلبوهم اختلافات بسيطة ولكن الحاجة الإيجابية بالنسبة للناس اللي غايعملوا طلب الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج كتكون أكتر قبول نسبة ديالقوب والطلب ديالهم يكون أسهل بالنسبة للطريقة الثانية في الأول سنعفوه شمال الشروط باش تاخد الجنسية الفرنسية عن طريق يعني والحاجة الثانية هي كيفاش تجمع الورق ديالك وكيفاش طريقة ديال الطلب الجنسية وفي حالة رفض الجنسية شمال هما الإجراءات اللي لازم الواحد يتخذهم بمسيو كانين شروط ديال لأي حاجة فيها شروط بالنسبة للشروط طلب الجنسية الفرنسية هي أنك تكون مزوج يعني عن طريق الزواج يكون مزوج مدة أربع سنوات الأقل أربع سنوات إلا كنتوا عايشين في فرنسا خذكم ما يتبت أنكم عايشين مع بعضكم مدة ثلاث سنين بدون انقطاع يعني مع عمركم ما انقضعته يعني الزواج ديالكم عمركم ما تدابس رجعته لباضياتكم وداخله فيها المحكامة ولا ما يتبت أنكم عايشين مع بعض بمدة ثلاث سنوات ولكنتم مزوجين خارج فرنسا هاد الإتباتات كتكون عن طريق القنصولية الفرنسية في المدينة اللي عايشين فيها يعني خارج فرنسا شنو هما هاد الإتباتات الإتباتات أهموها هما ديال الدرائب اللي كتتعمل سنويا تكون فيها الاسم ديالك والاسم ديالوبي يعني سوق سكنين في نفس العنوان ولا غولوفي بونكار ديال كنجوان يتكون عندكم واحد يعني يكون عندكم شوش بيكون نفس الحساب البنكي مشيد أبليجي يكون عندكم هذا واللي أبليجي والأحسن هما لازامبو ضروري ولكمتخا ديالوكاسيون تكون سمية الزوج والزوجة وأيوة تأيق فيها الاسم ديالك والاسم ديال الزوج أولى الزوجة يعني وفحالة إذا كان الزواج خارج فرنسا تزوجته في البلاد فضروري ومؤكد هادك الزواج يترجاع يعني سيلي بقى ان فرنس يعني يكون عندكم الحالة المدنية فرنساوية وهاد شي سهل أحد الزوجين يمكن يعمل هاد شي في القنصولية في المدينة والبلاد اللي انتو ما دوجتو فيهم ولا يكون عندكم دفتر الحالة المدنية فرنسي الشرط الثاني هو إثبات أنك عندك مستوى فرنسي اللي هو بي 1 وخا قالوا بي 2 لحد الآن في الساعة وفي التوقيت اللي أنا كنت كلم فيها اللي هو ساوة 2024 راه مازال بي 1 وخاف القانون اللي هي جراء في 2024 قالوا بي 2 دابال بي 1 لأن بي 1 وبي 2 ما كان شي فرق كبير مهم خس مستوى الفرنسي ما يتبيت داريك سوى عندك دي بلوم دوستيوم هنا في فرنسا عندك البروفي ولا الباك ولا أكتر من الباك فهذا يعني أنك عندك مستوى ببيئة أولا عندك دراسات عليا في البلد ديالك وفيهم يعني اللغة الفرنسوية خس سيرتيفيكات ديال المقارنة يعني دي كمبارابيلتي اللي يمكن لكم جيبوها من الموقع إنيك ناراك أولا ما عندكم شات شي كامل خسكم ضروري تدوزو لتست ديال اللغة الفرنسية وتاخدو وتنشحو فيه وتاخدو ديبلوم ديال أنكم عندكم مستوى لغة الفرنسية بأين الشرط الثالث هو عدا موجود صوابق يعني الكازي جوديسيغ ديالكم يكون مقاعد جيبوهم من البلاد يعني إذا كنتي جزائري من جزائر تونسي من تونس مغربي من المغرب البلاد اللي انتي نفيها اللي تولتي فيها جيبو الكازي جوديسيغ إذا كنتو فرنسا اكثر معشر سنين كتجيبو الكازي جوديسيا من فرنسا الشرط الرابع ما تكونش عندك حالة ديال الخروج من التراب الفرنسي اللي هي OQTF هادو هما الشروط الاساسية لطلب الجنسية الفرنسية باق ديكلاغاسيو اللي هو عن طريق الزواج إذا كنتو كتوفرو على هاد الشروط كاملين مبروك يمكن لكم تدفعو الجنسية الفرنسوية خاسكم تعارفو منلي كتدفعو الطلب ديالكم كي جيكم وحد لانترتين يعني كتصفتو الدماند كو اللي برافكتور كترسالف اللي برافكتور فين انا سام ماريتم دخلت الموقع خس دروري دخلو الموقع ديالكل مدينة كتجيبو المعلومات من عندي ولا من عند غيري ولكن ختشوفو لسيت أوفيسيال ديال اللي برافكتور فين توما سكنين في المدينة ديالسام ماريتم باقزمبل بالنسبة لبق ديكلاغاسيو كنصفتوها عن طريق الباريد رقوة اكوزيو درسيبسيون يعني عن طريق الباريد كنصفتو الواتائق المطلوبة بالنسبة لبق ديكري الكوشي كيدوز عبر المنصة ديالهم ديال لبرافكتور مهم احنا كنهدروع للزواج بالنسبة لبرافكتور ديال 76 ديالسام ماريتم فهي عن طريق هذه الطريقة باش كتجمعوا المتطلبات الأوراق المطلوبة نهضروا على الأوراق المطلوبة ومن بعد نقولوا في حالة إيدا رفضوا لكم التوسيش نخص الواحد يعمل الأوراق المطلوبة تقراوها ورقة بورقة يعني سطر بسطر خذكم تستلي شخجي وواحد الورقة نسختين نسخة يسنيها للزوج ونسخة تسنيها الزوجة فوق ملاغ سخفة كين تماك تستلي شخجيوها ثم صورتين شخصيتين وكتلسقوا فيها كل نسخة تديروا فيها الصورة شخصية وثم التامق الفيسكال اللي يعمل 55 أورو تشيروها من بيورو دو تابا الباسبور وبطاقة ديال إقامة بفوتوكوبية لكل حاجة ومحل السكنة اللي هي جيسف كاتف دو دو ميسي اللي هي ورقة الدولة ورقة الكرام وفيما مشينا حنا دا بلي عايش فرنسا عارف دائما كي تلبو مننا هاد الوثائق كيبقى المواتيق المتعلقة بأيتا سيفيل اللي هو عقد الزياد خاصوا ميكونوا أقل متلتشهور وتكون كوبي انتغرال يعني كنستر عليها كوبي انتغرال هاد شي اللي مكتوب في لسيت أوفيسيال ديال لابريفكتور كنستر علي ساما غيتي خاص العقد الزواج الحالي ديال هادك السيد اللي مزوجة به او لان السيدة اللي مزوجة به هادابا اللي غدي تطلب منها الجنسية وبالنسبة اللي كنتي سبق لك تزوجتي فعل عقد الزياد القدام وعقد الطلاق عقد الطلاق عقد الزواج هاد شي اللي كان بالعربية ترجم بيانسيق بالفرنساوية واتي كل لخص يكون لغاليزي ولكنو أطفال سواء أطفال مشتركين عن طريق الزواج اللي هو الحالي ولا أطفال زواج سابق خاص العقد الزياد ديال كل طفل سواء كانو ماجوغ او مينوغ الوثيقة الثانية هداك الزوج ولهزوجة يعني فاصبور ديالو و العقد استيات ديالو اللي فيها بين الجنسية الفرنسية ديال هداك الزوج الفرنسي واتبات انكم عايشون انسامل سافضر لزعجل مدة 3 سن و 4 سنين انكم انسامل يعني كشارة 4 سنين فاقسكم 4 سنين ديال او 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 اي حاجات كتبين انكم عايشين انسامل خس لا كنيسونس دولا لانك فرانسيز اللي هي الجستفكاتيف اللي كتبين أنا عندكم با وخس الكازية جديسية غيكم بيان سور فيارج وخس الوطائق كاملين تكون لغاليزي اللي جيين من يعني على براية من جيينج من فرنسا وفالا هادهما كاملين كتصفتوهم بنسبة البريفكتور دوسام ماريتين كتبين أنكم تصفتوهم عن طريق البريد لأن هذا طلب جيينسية بار ديكلاغاشون كما قلت لكم أخوتي من بعد ما كتدفعو هالطالب ديالكم كتصفتو لكم وحد كنفوكاسون دلانتروتين ديال الزوج والزوجة يعني كيجي مواطف حكومي كيديلكم أن التروتين يكون سهل جدا أسئلة روتينية جدا يقدر تلبولكم دي جستفكاتيف مثلا أولا ديزوريجينو ديال سرطان دوكيمون من بعد تعتكم وحد الغيسي بيسي ديكلاغاشون أنكم ديكلاغاشون ديالناشوناليتي فرانسيز مهم عن طريق الزواج من بعدها من هذا التاريخ اللي أعطاكم غيسي بيسي كتنتظروا سنة وسنة ضغية كدوز مهم من بعد كيجيكم الجواب إيجابي غالبا كيكون إيجابي في حالة إذا كان الجواب السلبي يعني رفضو لكم الجنسية الفرنسية ففيها في هذه الحالة كتنتظروا واحد ستشهور باش ديرو غكوغ بحضور المحامي وغالبا قلال مني كيكون الرفض كيكون الرفض في حالة إذا كان شي حد عنده تيكون عنده مثلا صوابق جنائية ولا تيكون دير شي حاجات مثل أوبوزيسيون غوفرنمون اللي هو مثلا تيكون عنده متعدد الزوجات أو لا مشاكل قضائية أو لا تيكون عنده الطرد من التراب الفرنسي ملا ما كانش هاتشي كامل غالبا غالبا كيكون يعني الطلب إيجابي بعد سنة من ديكلاغاشون ديالطلب الجنسية الفرنسية والأخوتي كانت مني يكون هاتشي واضح وكانت مني يسليكم ربي الأمور ويكتب لكم لي في الخير في أمان الله وحفظه السلام عليكم